أهلا بحضراتكم من جديد في الحقيقة اللجنة الخماسية اللي بتدير الاتحاد المصري الكورت القدم خلال الفترة الحالية واللي خلاص الفترة دي قربت تخلص وحيسيبوا مناصبهم في اتحاد الكورة مصممين ان هما يصدروا أزمة لأكبر فرقتين في الكورة المصرية بل في الكورة الأفريقية بشكل عام اللي هما الأهلي والزمالك وبدل ما هما يقوموا بدورهم ان هما يعني يساعدوا الفرقتين دول او ان هما يحللهم اي مشكلة تقابلهم هما بيعقبوهم على تفوقهم بدل ما تحل لأ انت بتعاقب بدل ما تجيب حلول ليهم وتساعدهم لأ انت بتعاقبهم وبتقولهم انتو ازاي توصلوا للنهائي دوري أبطال أفريقيا فأنا بتكلم كده ليه او بتكلم في الأمور دي ليه لأن فيه أزمة القيد وحرارتكم عارفين الأزمة دي بتفاصيل وانا حشرح لحرارتكم كمان بتفاصيل أكتر لأن الجزئية دي غاية في الأهمية وحتحرم الأهلي والزمالك من بعض اللاعبين بشكل كبير جدا ان لم تحل فبالتالي احنا ناخدها مع بعض كده نقطة نقطة فترات القيد بعد التعديل الأخير بخصوص أزمة القيد الاتحاد الدولي لكرة القدم حدد الفترة الأولى للكيد في مصر تبدأ من 10 أكتوبر 2020 وتنتهي 6 ديسمبر 2020 وده كان ايه كان بناءا على طلب من الاتحاد المصري لكرة القدم وتم الموافقة عليه من قبل الفيفا فترة القيد التانية تبدأ يوم 15 فبراير 2021 وتنتهي يوم 15 مارس 2021 ودي فيها مشكلة وفيها عقق كبير جدا ليه لأن الاتحاد الأفريقي فترة القيد اللي عنده بخصوص فترة القيد التانية من يوم 1 يناير لحد يوم 31 يناير حتى هذه اللحظات أنا أتكلم فيها مع حضراتكم فبالتالي أنت بشتقدر لا تأيد ولا تشيل لعيب ولا تحط لعيب ولا تضيف أي حد وحتفضل مجبر أن أنت تلعب بقيمتك القديمة وأنا بشرح لحضراتكم بتفاصيل مهمة جدا طيب الاتحاد المصري لكرة القدم حدد موعيد التسجيل في القوائم الأولى بداية من يوم 10 أكتوبر حتى 4 نوفمبر ده كان في الأول في الأول قبل ما يتم مد هذه الفترة ليوم 11 وكانت نفس الأزمة موجودة لو تفتكروا حضراتكم لما كنا منتكلم ومنقول أصلي كده أحمد فتحي مش هيلعب مثلا مع الأهل إنه هو خلاص ماشي نفس الحال لو ما كانش حازم ما مجدد مع الزمالك فهو لازم اللعب يكون مقايد محليا عشان يكون مقايد أفريقيا فأنت النهاية الأفريقية كان قبل كده يوم 6 نوفمبر فأنت فترة الكيد في مصر كانت في الأربعة نوفمبر فهما كده كده مش هيلعبه لأنه مش مقايدين محليا لكن هما عدلوا وخلوا أو مدوا فترة الكيد لحد يوم 11 نوفمبر بدى اليوم 4 نوفمبر كان على أمل إيه؟ على أمل إن النهائي بعد التأجيل وبعد طلب الاتحاد المصري يكون يوم 9 نوفمبر فهيبقى فيه 48 ساعة يقدر إيه؟ الأهلي والزمالك يقيدوا فيهم في القايمة الأولى لكن هما اتفاجئوا إن الاتحاد الأفريقي أجل النهائي لآخر الشهر بقى يوم 27 نوفمبر طب الأزمة فين؟ الأزمة إيه؟ تم تأجيل نهائي دوري عبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر بدأ من 6 نوفمبر إيه اللي هيحصل بقى؟ ده حيكون بناء على إيه؟ أو إلا حيترتب عليه؟ اللي حيترتب عليه أن الأهلي والزمالك مهددان بالحرمان من أي لاعب لا يتم قيده في القايمة الأولى يعني أنت كده لازم مجبر مجبر أن أنت لو في نيتك سواء أهلي أو زمالك عايز تمشي لعيد من عندك مش هتعرف تمشي لأن القايمة الأولى أنا عايز برضه أشل حرارتكم الفرق ما بين القايمة الأولى والقايمة التانية القايمة الأولى اللي بتتمثل في اللاعبين اللي لهم عقود معاك فإنت بتأيدهم في القايمة الأولى طب القايمة التانية اللي هي إيه؟ اللي هي بتترتب أو بتتمثل فيه الانتدابات الجديدة اللي أنت بتجيبها أو تدعمات الجديدة اللي أنت بتجيبها زائد اللاعبين اللي بتنتيع عقودهم وبيتجدد لهم دي بخصوص القايمة التانية فأنت بالتالي مجبر ان انت لو ما مشتش حد قبل يوم 11 من القايمة الاولى او من الناس اللي هم عقود معاك فانت خلاص انت كده مكبر ان هم يكملوا معاك لان انت لو جيت مشتهم بعد كده او لما قايتهمش اصلا في القايمة الاولى بقى هم اللاعبين احرار يعني انت لا تستفيد منهم مدين ولا تعفت سواهم ولا خلاص بقى اللاعب مش بتاعك لانت مش مقايده في القايمة الاولى حتى لو ليك معاقت دي طبقا لله وايح فبالتالي الاهل وزمائك مهددان بايه بالحرمان من اي لاعب لا يتم قيده في القايمة الاولى طب انا لو ما قايتش اي لاعب انا مش عايزه مثلا دلوقتي مثلا يعني في القايمة الاولى ممكن واحد يقولك طب ما تقايتش وخلاص شوف انت هتجيب مينه هتماشي مينه وخلص نفسك قبل يوم 11 طب انا ضامن ايه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية حتى نهاية الشهر انت عندك لعيبة في المنتخبات ممكن لا قدر الله لا قدر الله تتصاب عندك فيروس كورونا لا قدر الله ممكن حد يتصاب بيه عندك تدريبات كده كده خلال الفترة حاليا ممكن حد يتصاب فحيبع عندك نقص عادية لو هتجيب بالنهاية ازاي فانت ما ينفعش ان انت تماشي اي لعيب غير بعد ما تخلص وتخلص النهاء الافريكي ده الكلام ده بينطبق على الاهل والزمالك نبسلي الكرة المصرية والافريكية في هذا المحفل الكبير والفريد يعني طيب اتحاد الكرة وضع نفسه في ورطة بعدم الالتزام بالموعيدة التي حددها الفيفا وانا هنا مستغرب ايه المشكلة ان احنا نلتزم بالموعيد اللي احنا اتفقنا فيها او اتفقنا بيها على الفيفا يعني احنا اتفقنا على الفيفا يا جماعة احنا غاية يوم 6 ديسمبر الكود يقفل عندي 6 ديسمبر الكود يقفل عندي طب ايه الازمة في كده ان احنا نخلي زي ما احنا متفقين مع الاتحاد الدولي لقود القدم وزي ما هما طبقا للتي ام اس عندهم ونظام السيستم الخاص بالانتقالات اللاعبين في اتحاد الدولي نحنا نخلينا لغاية يوم 6 يحصل اي بقى تعديلات في القايمة كل واحد يضيف يشيل لعبين يقدر يساوى لعبي الكلام من دي بقى الامور طبعية علما علما بقى ان الكيد الافريكي ينتهي امتى كيد القايمة او كيد الاولاني للاتحاد الافريكي ينتهي يوم 30 من الشهر الجاري فبالتالي انا عايز اتكلم معاكو عن الحلول الحلول بتتمثل في ايه ان لازم اتحاد الكور يمد فترة الكيد الاولى لحين انتهاء مباراة دوري ابطال افريكي لازم تمد فترة الكيد الاولى لغاية لما تخلص نهائي دوري ابطال افريكي لما تمد فترة الكيد ممكن تمدها لحد امتى عندك خيارات مبدئيا عادي لو انت خليتها يوم 30 مع الاتحاد الافريكي اللي هو حيقفل يوم 30 برضو بالنسبة لفترة الكيد الاولى فايه المشكلة في كده مش لاقي ازمة برضو تمام يا بلاشت يوم 30 خليها يوم 29 بلاشت 29 خليها يوم 28 اللي هو يكون بعد انتهاء الافريكي ب24 ساعة بحيث ان الاندية تكون خلاص مرتبة نفسها وعارفين مين قاعد ومين ماشي وتقدر تزبط امورك كقوائم للاندية وانت مرتبط ان انت متأيد محلي لازم او عشان تأيد افريكي لازم تكون متأيد محلي فانا شايف ان في عواقق كتير جدا من تحدي المصر للكورت القدم انا مش لاقي مبرر الموضوع ده مش لاقي مبرر غير ان هما لازم يصدروا ازمة عشان الناس تتكلم في القصة دي شوي مش لاقي اي وقت طب احنا سألنا او الناس سألت وشبنا تصرحات للمدير التنفيذ للتحدي المصر للكورت القدم قالك اصلحنا عامليني السيستم مع التحدي الدولي اليوم ستة علشان انديله في الدرجات الادنى التانية والتالتة والرابعة طب ما تعمم ما تعمم للكل طيب خد بقى اللي جاية دي عشان دي مهمة او انت محدد عندك فترة الكيد التانية من يوم 15 فبراير لحد 15 مارس خلي بالك انت محدد عندك في تبقى الانتحاد المصر للكورت القدم فترة الكيد التانية من يوم 15 فبراير ل15 مارس وفي نفس الوقت الاتحاد الافريكي فترة الكيد اللي عنده التانية هتكون امتى من 1 يناير ل 31 يناير طيب هتقول لي ما احنا ممكن نقايد لعيبة في الفترة دي في القايمة الافريكية بس مش هينفع زي ما شرحت لحضراتكم انت لازم تقايد محليا فانت هتبقى مجبر تلعب البطولة كلها لانه هتكون خلاص الكيد الافريكي قفل في 31 يناير وانت عشان تبتلي تقايد محليا عشان تقايد افريكينا هيكون في ايه في 15 اتنين فهتعمل ايه طب اللاعب اللي هيمشي من 15 اتنين ل 15 اتنين تلاتة ده هيروح فين هتقول لي ممكن يروح اي نادي محلي مش 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 شرط ممكن لان ده محليا ما ترغبش في لعيب عندك انت مش هتعرف تسوق مش هتعرف تتحرك مش هتعرف تبدي اللاعبين مش هتعرف تحط او تدعم صفوفك وانت بتنافس في التحدي افريكي فبالتالي انت هتلعب البطولة اللي جاية لو فضل الحال على ما هو عليه البطولة اللي جاية في دور الابطال الافريكي والبطولات الافريكية بالتحديد هتبتدي يوم 6 او 7 او 12 انت مجبر تلعب بالقايمة اللي هتنهي بيها البطولة دي يعني ما ينفعش لتضيف لعيبة ولا تماشي لعيبة بسبب تعنت الاتحاد المصري لكرة القادر وده امر غريب جدا ايه السبب ايه تدافع لكده ليه يعني ليه بتصدروا ازمة ليه مش عايزين تحلوا وبعدين ده انت الاهل والزمالك يعني اكبر في تفهم يا اخي ممكن تستسنيهم استسنيهم عشان تحاول تساعدهم ان هما يقدروا يلعبوا بالقوائم الكاملة بتاعتهم في المباراة النهائية من غير ما يضطروا ان هما يستغنوا عن بعض اللاعبين ولقدر الله ممكن تقابل اصابات ولقدر الله ممكن تقابل بعض المشاكل الكتير جدا اللي ممكن تعطلك في كل الاحوال فبالتالي الامر لازم يكون في حل ولازم يكون في تحرك سريع وانا مش عارف بصراحة ده المصلحة مين وليه الاتحاد المصري لكرة القادر متعنت في الجزئية دي تحديدا عمتا احنا نتمنى خلال الفترة اللي جاي ان شاء الله يكون في حل سريع واحنا عرضنا لحضراتكم الازمة بحلولها بايه القرارات اللي ممكن تتخذ من الاتحاد المصري تساهل الامور على الاهل والزمالك وتساعد الاهل والزمالك في المباراة مهمة المباراة النهائية وتحل كل المشاكل للازمات اللي بتقابلك خلال فترة حالية بخصوص ازمة القد وعواقع كتير جدا في الحقيقة اللجنة الخماسية بتحاول تعمل اي ازمة قبل ما ترحل وده امر مستغربي فده فيما يتعلق بازمة القد وحنتمنى وننتظر حلول خلال ساعات قليلة وخلال ايام قليلة لان الجزئية دي غاية في الاهل طيب هروح لفاصل سريع بعد الفاصل عندنا بعض الامور والتفاصيل اللي بيتم جمهور النادي الاهلي تحديدا فيما يتعلق بالنادي وحنتكلم فيها بتفاصيل كتير جدا اشتركوا في القناة